عندي كلمة ما نستنيوش العسل من عند الفرززو بمنطقة الحقوق تفتك والحرية تقتلع ولا تهدى كل إنسان وكل مواطن يلزم يفهم ويكون واعي اللي حتى شي ما يجي بالسهل المثابرة هي أهم حاجة المثابرة والطاقة طبعا هذا يلزم يكون مبدأ في الحياة طبعا المثابرة مع العمل مش بالكلام والكتيبة على الفيسبوك اليوم وقت اللي نشوفه الساحة السياسية فما أحزاب ومجموعات تخدم وموجودة في الشارع وتوصل في أفكارها فما أحزاب كبيرة وعندها برشة مناصرين وبرشة متابعين وناس تدفع عليها وعلى أفكارها كذلك وفما أحزاب صغيرة عندها ناس معها ولكن ما عندهش وزن أما اللي نلاحظوه هو أنهم مثابرين في عملهم عندهم نفس الهدف وهو الوصول إلى الحكم وهذا عادي وما هوش يعني حاجة خارجة على النطاقة السياسية هذا هو دورهم حزب يحب يخدم بش يخلط للحكم فما اللي حبي يوصل للحكم وعنده برنامج اقتصادي برنامج مجتمعي ويبدأوا برامج واضحين وفما اللي حبي يوصل للحكم لمجرد الحكم وفما اللي هو موجود فقط بش يكون معارض اللي نشوفوه فيه اليوم اللي يجوه للأحزاب ضد قيس سعيد وفي نفس الوقت ضد بعضها نلاحظو زيدا اللي ببرشة أحزاب شادة صحيح بش ما تتغيرش ومتغيرش خطابها ومتغيرش قيادتها ومتغيرش برامجها وهذا من أكبر أسباب فشلها وأكبر دليل على هذا هي الانقسامات اللي راوها داخل نفس الحزب ولا يعني نشوفو أحزاب كينت في الماضي أبهت شيء على بعضها حد شيء ما يقربها اليوم ولاد في نفس الجبهة أو نفس الاقتلاف وهذه نوع من المثابرة ولكن في الخطأ هنا هي مثابرين في الغلط والوضعية هذه هي من أسباب الأزمة اللي تمر بها البلاد اليوم ومع الأزمات اللي يعيش فيها العالم من حرب بين روسيا وأوكرانيا من أزمة الطاقة من التضخم من معدل نمو مش بشيفوت 2.9% في العالم هذا حسب توقعات صندوق النقد الدولي وهذا ما صرحت به جيتا جوبينات نيبة رئيس لافامي في حوارها البارح مع جريدة الفيقاغو يلزمنا نفهم الواقع ونفهم أهمية الاستقرار وأهمية الإصلاحات اللي ما تجرأت عليها حتى حكومة في العشرة سنين اللي فاتت يلزم نذكره اللي تونس في حاجة إلى تصورات جديدة لكن تصورات فعلية ومش وهمية يلزم نعطيه شوية وقت للوقت كل واحد فينا يحلم بتونس على طريقته للأسف نقصتنا الحلمة الجماعية حلمة جماعية وتونسية ونابعة مننا والضغط راه جاي من الداخل وكذلك من الخارج الخارج اللي حب يفرض علينا حلمته حتى هو حلمته وتصوره ونعرفوا اللي الحلمة هذية متاع الخارج يصرفوا عليها ببرشة فلوس لحكيه هذي الخارج اللي عنده مصارحه وهذا عادي ومفهوم ولكن احنا زيدا عنا مصالحنا ويجب نعرفوا نضيفوا عليهم لحقيقة الحل منا فينا والعسل من القاوة كان في اللحلة وكما كنا يقول غاندي قد لا تعرف أبدا نتيجة أفعالك لكن إذا لم تفعل شي فلن يكون هناك أين تقش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر